هذا وتشهد العلاقات الاقتصادية المصرية الأذرية مزيدا من التوتيق والقوة عكس ذلك حجم التبادل التجاري بين البلدين ومع مرور ثلاثين عاما من العلاقات المصرية الأذرية يستمر دعم العلاقات التجارية بين القاهرة وباكو بما يعزز الروابط الاقتصادية بين البلدين العلاقات الاقتصادية المصرية الأذريبيجانية تشهد مزيدا من التوثيق والقوة ترجمة للعلاقات الأخوية القوية التي تربط القيادة السياسية بالدولتين بما ينعكس إيجابيا لصالح الشعبين التعاون المشترك بين البلدين يشمل العديد من القطاعات الاقتصادية ما يخلق الفرص الاستثمارية في مجالة عدة منها البترول، الغاز، الطاقة الخضراء في مصر إضافة إلى إمكانية تبادل الخبرات بين الجانبين بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وأذربيجان 42.4 مليون دولار في عام 2021 وأربعة فاصل واحد مليون دولار في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2022 وفي العام الماضي تم اغتنامل علاقات السياسية القوية بين مصر وأذربيجان لتنعكس في التعاون الاقتصادي في مختلف المجالات بين البلدين حيث ظهرت في نتائج اللجنة المشتركة ومنتدى الأعمال المشترك الذي تم تنظيمه في إطار فعلياتها ما نتج عن الدورة الخامسة من اللجنة المصرية الأذرية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني توقيع خمس أفائق تعاون بالعديد من القطاعات ومع مرور ثلاثين عاما من العلاقات المصرية الأذربيجانية والتي تعتبر مثالية وتحتذا في العلاقات الدولية يستمر الدعم للعلاقات التجارية بين القاهرة وباكو ما يعزز الروابط الاقتصادية بين البلدين ترجمة نانسي قنقر